السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن مدة شفاء العملية القيصرية تشير العديد من الأبحاث إلى أن الشفاء التام من الولادة القيصرية يستغرق ما بين 4 ل 6 أسابيع ومع ذلك يختلف الأمر من سيدة لأخرى ويشير بعض الأبحاث إلى أن بعض النساء قد يأخذنا وقتا أطول للشفاء وأفادت دراسة أخرى أن 60% من النساء يعانين من بعض الألم في جرح العملية بعد 24 أسبوع من الولادة أول 24 ساعة بعد الولادة تحول 24 ساعة الأولى بعد الولادة عديدا من التحديات كقدرة الأم على التكيف مع تجربة الأمومة ومحاولة الرضاعة الطبيعية وتواجه السيدات اللاقي خضعن لعمليات قيصرية تحديات إضافية لأنهن قد يعانين من الآتي 1- جلطات الدم أحد أكبر مخاطر الولادة القيصرية هو الإصابة بجلطة دموية في الساق تزداد احتمالية حدوث ذلك عند السيدات اللاقي يعانين من زيادة الوزن أو غير قادرين على الحركة لفترات طويلة 2- التشنجات في أول 24 ساعة من الشائع الشعور بألم في موقع الجرح وتشعر عديدات بتقلصات ما بعد الولادة التي تحدث بسبب تقلص الرحم تشبه هذه الحسيس تقلصات الدورة الشهرية ولكنها تكون أكثر حدة 3- مراقبة العدوى سيراقب الطبيب بعناية جرح العملية القيصرية بحثا عن علامات العدوى سيفحص أيضا النزيف المهبلي حتى بعد الولادة القيصرية يفرز الرحم ما تبقى من أسار الحمل يستمر النزيف المهبلي عددا ما بين 4-6 أسابيع بعد الولادة ويكون أشد خلال الأيام الأولى أما الأسابيع الأولى من الولادة فقد تشعرين بألم في مكان الجرح لمدة أسبوع أو أسبوعين قد تشعرين أيضا بالضعف في العضلات المحيطة بالجرح قد يصف الطبيب مسكنات للألم لأول أسبوعين وتميل الأعراض للتحسن بشكل كافي مع شفاء الجرح واستقرار الرحم في معظم الحالات يستخدم الأطباء غرزا قابلة للزوابان ستقتفي هذه ولن يحتاج الطبيب إلى إزالتها في بعض الحالات الأخرى قد يحتاج الطبيب إلى إزالة الغرز غير القابلة للزوابان بعد أسبوع قليلة من الولادة في نهاية الفيديو ننوح أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعونا بلايك وكمينتو وتشاركوا في فيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر